بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل عرض الروبت جومترز وبنوصل الى النوع اللي هو الpolar coordinate رقم 4 بلي if the R not only rotates about the base but also rotates about an axis in the vertical plan the robot is known as polar coordinate or spherical coordinate robot بلي the polar coordinates can reach things almost directly above itself as well as around itself تعال نشوف الشكل بتاعه فهو بيقول لي هنا ادي الروبت اللي هو الـ spherical الـ working envelope بتاعه اللي هو مبارا عن المسافة اللي هي المساحة اللي هي موجودة between dotted lines اللي موجودة قدام ده بيسموه طبعا ده هنا الأرب بيعمل in and out هنا عندي أصبح ان هو بيدور حوالين الـ base وبيتحرك في elevated plan اللي موجود قدامنا ده او المستقل الرفع يعني بيترفع في بيشكل زاوية اثناء عملية ايه الرفع اللي هي هنا لو شفتها لازاوية ايه فال بالاضافة الى انه بيدور حوالين الـ base تعال نشوف هنوصل للنقطة نفس الكلام اللي احنا عملناه فبيقول له ده بيدور بيعمل الزاوية بيتا ودي اللي حوالين الـ base angle وبيعمل ايه الـ in and out تبقى هنا عندي ايه اثنين rotational ووحدة اللي هي R2 اللي هو reach انا عندي هنا نفس الـ base angle اللي هي gamma ودي الـ R اللي هو طلعناها reach بتاع الزاوية gamma وبعدين عندي الزاوية بيتا بس الزاوية بيتا مش في البلان اللي هو بتاع gama فهنعمل ازاي الكلام ده طبعا المثلث ده الاولاني اللي هو طلعنا من cylindrical وطلعنا قيمة R بقى d وطلعنا قيمة gama بقى d فده سهل ومعاملين قبل كده انما انا عايز اطلع قيمة R2 بقى d وعايز اطلع قيمة الزاوية بيتا بقى فعملت المثلس انخدت مثلس ثانيا هو اللي هو فيه R و R2 وعندي ديان اللي هي Z فهنا جيت قلت طلعت قيمة R اللي هي بتساوي square root بتاع X square زائد Y square وصين gama y على R وطلعنا قيمة gama دي عملنا كذا مرة بلا كده R2 هتيجي ازاي اللي هي عبارة عن باردو باي ثيغرس square root بتاع R square زائد Z square وطلعنا قيمة R2 طب مانا طلعت قيمة مانا عندي دي R موجودة وعندي قيمة Z موجودة يبقى قدر اقول ان انا طلعت قيمة R2 يبقى انا قدر اقول ان sin beta بيساوي ايه بيساوي Z على R2 وبكده طلعت قيمة beta طب يبقى عشان يوصل لنقطة دي محتاج محتاج base angle اللي هي gamma ومحتاج elevation angle اللي هي beta ومحتاج R2 اللي هي reach عشان يقدر يوصل لهذه نقطة بيقول لي points for polar coordinates are specified as base angle and elevation angle beta and linear reach يبقى اتنين ووحدة linear بكده نكون وصلنا لنتهذا المقطع نراكم إن شاء الله في المقطع الخامس اللي هو jointed robot اللي هو النوع الأخير في هذا robot geometry